أدعو الأخت الفاضلة الأستاذة الدكتورة رباب صالح حسن الأستاذة في الجامعة المستنصرية كلية التربية قسم اللغة العربية لإلقاء بحثها الموسوم الثنائيات الضدية في نثر الإمام الحسن عليه السلام وزميلتنا أستاذة في ذلك القسم وباحثة وعضوة في العديد من المجلات العلمية العراقية والعربية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أب القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومكم علوي مهدوي محمدي بعيد الله الأكبر عيد الغدير جعلنا الله وإياكم من الثابتين والمتمسكين على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه بحثي موسوم بالثنائيات الضدية في نثر الإمام الحسن عليه السلام الخطب إنموذجا كما هو معروف أن الإمام الحسن نثر يتوزع بين الوصايا والرسائل والخطب اخترت من هذا النثر أو من هذا الكلام خطبه عليه السلام كونها تتحدد بموضوع مهمة ومركزية ألا وهي أحقية أهل البيت وأحقية علي بن أبي طالب بالخلافة دون غيره فهذه الخطب تدور حول فكرة مركزية واحدة هي الأحقية بالإمامة والأحقية بالخلافة واتكأت الخطب على بعض الأساليب الفنية والبلاغية المستمدة من الإعجاز القرآني ولا عجب في ذلك فهو سهيل الدوحة البلاغية المحمدية والعلوية فأدى ذلك الاتكاء دورا عاموديا هرميا للوصول إلى درجة الصفر في تحريك النص نحو الذروة وإحداث الانفعال العاطفي من جهة والمحاججة العقلية والمنطقية من جهة ثانية عليه تبرز هذه الدراسة ظاهرة الثنائية الضدية التي عمد إليها الإمام الحسن عليه السلام في توضيح مقصديته وإبراز الفكرة المركزية المحورية التي قلنا بها تعتمد هذه الدراسة على الجمع الذي قامت به الباحثة الموسوم بخطب الإمام الحسن عليه السلام جمع ودراسة واعتمدت فيه المنهج الوصفي في الإجراء التطبيقي يجب التأكيد على أن هذه المعرفة بأهمية الطباق أو بأهمية الثنائيات الضدية لا تقود إلى تعمل الإمام أو مقصدية الإمام الحسن تقصداً معنوياً أو تقصداً صناعياً إلى استعمال تلك الأساليب والفنون لكنها تأتي عفو الخاطر لتشكل ظاهرة غير ممجوجة لأن الموضوع الذي يعالجه الإمام قد يضطره إلى استعمال بعض الفنون أكثر من غيرها ومن ذلك الثنائيات الضدية التي نحن بصددها ولقد عرف الطباق على أنه الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت من بيوت القصيدة مثل الجمع بين البياض والسواد عملت في هذه الدراسة إلى جعل هذه الثنائيات الضدية على شكل مخططات لتبرز هذه الصور الطباقية أو الضدية بينما كان لعلي بن أبي طالب كما أبرزها الإمام الحسن في خطبه وبينما لغيره فلو أخذنا مثالاً على ذلك في أقصر خطبة جمعتها للإمام الحسن يقول عليه السلام أي الإمام الحسن أن علي باب من دخله كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً نلاحظ أن هذا المقطع والذي يعد ركيزة موضوعية في بيان أحقية علي بن أبي طالب الخلافة من خلال بيان مدى سعة علمه وعمقه وهي الفكرة التي أراد الإمام الحسن توصيلها إلى المتلقي هذه الركيزة الموضوعية قائمة على ثنائية ضدية هي الإيمان والكفر والدخول إلى الإيمان أو الخروج منه ويمكن توضيح هذه الثنائية من خلال هذا المخطط أنا عمل في كل الثنائيات على مثل هذه المخططات لتكون الصورة واضحة وأبلغ وأيسر على المتلقي الذي يقرأ لأول مرة في الثنائيات الضدية أو الذي يدرس في الثنائيات الضدية وفي خطبة أخرى يقول لقد فارقكم رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون فيقاتل جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره إن الإمام الحسن يؤكد على سابقة الإمام علي بن أبي طالب للإسلام وأنه أول الناس إسلاماً بل لا يدركه من دخل معه الإسلام ويعبر عنه بالأولون إذن هنا القضية هناك من هو أول مع علي بن أبي طالب لكنه يسبق هؤلاء الأوائل وهو أول من دخل الإسلام ولا يستطيع الدنو منه الآخرون ليقرر حقيقة أخرى أن ليس كل من أسلم أولاً يعني أنه ملتزم بروح الإسلام في مثال آخر إن الذي شتمتموه منذ اليوم صلى القبلتين وأنت يا معاوية بهما كافر وهل تعلمون أنه بايع البيعتين وأنت يا معاوية بأحدهما كافر وبالأخرى ناكث إنه كان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وآله وأن راية المشركين مع معاوية ومعاوية هذه الموازنة الضدية القائمة على التقابل والتضاد خلقت كثافة لغوية وأسهمت في إبراز محورية المضامين الموضوعية للخطب الحسنية إن جاز لنا مثل هذا التعبير وبعد أن أقام الإمام الحسن ثنائيا الضدية لبيان أفضلية علي بن أبي طالب يؤكد أن السلبة للحق العلوي ظل مستمرا بعد وفاة علي بن أبي طالب بل أن استمرار نهج الحق ظل مع أولاد علي فها هو يبني نصف وعلى بيان ما لهم من حضور إيماني واجتماعي وديني من خلال تبياني أن نرضى الله من رضى الرسول وصخط الله من صخط الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثنائيات كثيرة ما لإليها البحث وأودعها في هذه المداخلة السريعة لكنها أبرزت وأسهمت في تركيز فكرة الخطب وموضوعاتها ومثل هذه القراءات للنصوص سواء كانت شعرية أو نثرية يسهم بتحقيق منهج قراءاتي للنصوص بما يحقق لها وحدتها المتكاملة وهو ما طرحناه في بحثنا الموسوم مكتمة عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزدي دراسة إسلوبية ونؤكده هنا في هذه الدراسة لقد تآزرت البنى البنائية والإسلوبية مع الموضوعات لتشكل محورية الخطب ومركزيتها حول موضوع واحد محدد وساعدت ظاهرة الطباق المتفشية في الخطب على إحكام شد البناء الموضوع والإسلوب الدلال والإيقاع للخطب ويؤكد ذلك نص الخطبة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك المواطن كلها عنه راض وعليك وعلى أبيك صاخط بمعنى أنه راض عن علي بن أبي طالب وصاخط على من خالفه أو من لم يسر على طريق الحق أنه طريق علي بن أبي طالب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً لأختنا الكريمة وهنئها على هذا البحث وأثني على ما أفادت وأحب أن أبين مقدمة طبعاً النبي صلى الله عليه وآله يعني من جملة ما أفاض علينا حاول أن يحسن الأمة بذكر بعض القواعد التي يمكن أن تكون ميزاناً واضحاً للتمييز بين الحق والباطل وهو من معاجز كلامه سلام الله عليه وعلى آله من قبيل مثلاً علي مع الحق والحق مع علي أو فاطمة بضعة مني يرضى الله للغضاها ويغضب لغضبها ولا شك أن علي مشخص معروف وعلي بن أبي طالب أمه من وولادته في أي مكان وزوج من فتشخيص الإمام علي من قبل النبي يمثل حصانة واضحة أزاء هذه الشخصية يعني لنا أزاء هذه الشخصية المقدسة وكذلك بالنسبة إلى الزهراء عليه السلام والزهراء معروفة فهو استخدم الشخص وليس العنوان لأن العنوان قد ينطبق عليه وعلى غيره أما التعامل مع الشخص فهو لا ينطبق إلا عليه ولذلك من نتاج هذه الوسائل النبي صلى الله عليه وآله هو تشخيص هذه الأمور في شخص أمير المؤمنين وشخص الزهراء عليه السلام جناب الدكتورة أيضا استفادت أعتقد من هذا المعنى وانتقلت إلى استقطاع هذه النكات في خطب الإمام الحسن عليه السلام ويمكن أن يضاف أن الإمام الحسن عليه السلام كجده أيضا حاول أن يحصن الآخرين في قضية تشخيص لأمير المؤمنين عليه السلام من قبيل مثلا أن علي كان بابا من دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا واعتقد كانت موفقة في اختيار هذه الكلمة للإمام الحسن عليه السلام في تشخيص أبيه ومعرفة الناس بأمير المؤمنين عليه السلام بشكل من خلال خطابه سلام الله عليه أو مثلا في لقد فارقكم رجلا إلى أن قالت أو نقلا عن الإمام الحسن يقاتل جبريل عن يمينه وإسرافيل عن شماله وطبعا هذه أيضا تحسب للأخت الباحثة أنها استطاعت أن تصطاد ما يمكن أن يعتبر دليلا واضحا ويكتب بأحرف من نور في كلام الإمام الحسن عليه السلام تبيانا إلى الآخرين أو أن الذي شتمتموه اليوم صلى القبلتين وهذه أيضا تحسب لها أن تضاف إلى ما جاء به جده جد الإمام الحسن عليه السلام من حصانة للأمة بشخص أمير المؤمنين أو شخص الزهراء عليه السلام فواقع مداخلته هو تعضيدا لما أفادت جزاها الله خيرا دكتور ليث العتابي جزاها الله خير تكلم عن الاستشراق وطبعا الاستشراق كما هو معلوم يعني أفاد استرسل أو الباحثة لأنه ليس نقدا للباحثة كأن ما تعضيد لها وبالنسبة للاستشراق كما أفاد جنابل الشيخ الدكتور وأنا أيضا من جهة داعم لقضية وهو أن المستشراقين واقع لم يكن عندهم منهج واضح وأنما كل مستشرق بحسب خلفيته اللي ذكرها جنابل الشيخ تارى خلفية سياسية خلفية تعصبية خلفية دينية ومن خلاله بدأ يكتب إضافا إلى أن الموروث الذي حاول أن يدخل فيه أن يعرف الشرق من خلال بعض المطروح سواء كان في تراث المسلمين عموما أو التراث الذي كان هو تراث الحاكم ولا شك أن هذا يعطي نتائج غير موضوعية سواء كان تعمد الباحث أو لم يتعمد ستعطي نتائج غير موضوعية وقد أشار لها جناب الشيخ نقطة مهمة لابد من التمييز يعني جناب الشيخ أعتقد كان يحتاج إلى تمييزها أو ممكن ميزها لكن الوقت لم يصعفه في بعض الحالات عندنا رواية والرواية نتعامل معها تعبدا إذا كانت صدرت من الأمة عليه السلام يعني في بيان الحكم الشرعي وتارى عندنا مسألة تاريخية يعني عندنا حدث تاريخي وهذا الحدث التاريخي نبدو نحن في تحليله حتى مع اعترافنا وعقيدتنا بالعصمة لكن هذا الحدث نبدأ بتحليله العصمة تفيدنا في أن المواقف التي اتخذها الإمام عليه السلام في حياته سواء كان أمير المؤمنين أو كان الإمام الحسن أو بقية الأمة نحاول أن نحلل الحدث وهذا ينفعنا أن الظرف الذي كان يعيش فيه كان ظرفا قاسيا وكان ظرفا شديدا بحيث لم يكن هناك فسحة أن يختار طريقا غير هذا الطريق بمعنى أن العصمة تنفعنا أن الإمام الحسن عليه السلام لماذا في ظرف معين لا أكون استسلم وإنما قد قبل بالصلح أو بادر الصلح على اختلاف قراءات التاريخية حفظا للأمة أو أمير المؤمنين عليه السلام هل كان عنده خيارات أخر في عدم قتال خوض المعارك الثلاثة العصمة هنا تنفعنا في مسألة تحليل الحدث لكن بالنتيجة الحدث التاريخي لا بد أن يحلل وأنا أيضا أشكر جنابي الشيخ كثيرا على المفاتح الأخ سيد حمزة حسن أو حسين وكان في فقه الحوار وهو واقعا موضوع مهم جدا نعم قد ذكر بعض الشواهر لكن أعتقد لو لو يكون العنوان هو قوة الحجة في حوار لإمام الحسن عليه السلام لأن الحوار لا يطلب بالذات الحوار إذا طلب بالذات يكون من الأمور الأدبية لكن إمام الحسن عليه السلام يتخذ الحوار منهجا لإثبات الحجة كما في القرآن الكريم يعني بدأ الآية الشريفة وكان موفقا فيها في مسألة الملائكة والله تعالى عندما خلق آدم وهذا من باب إثبات الحجة ليس الحوار بما هو حوار مطلوب ثالثا نتبارى أنا وزيد في أيهم أينا يحفظ شعرا أكثر يحفظ نثرا أكثر هذا نتبادل الحوار منه ومني لكن عندما تكون الهدف من الحوار هو مطلوب لا لذاته وإنما لإثبات الحجة كان الأفضل أن يشار إلى هذا رأي القاصر ولعل هو يعني أدرى بما فعل ونعم وصيته وصية في محلها ومؤتمر حول الحوار وهو جيد أو قوة الحوار أخيرا جناب الدكتور السيد نوفي الحمامي جزاها الله خير لكن تحدث عن الإمامة والسياسة والشفاء والأسمى والكريم لكن لم يتحفنا بأي شاهد من شواهد الدكتور الصغير رحمة الله عليه فلو كان قد جلب الديوان معه واستشهد لنا ببعض الأبيات على مدعاه أعتقد كان الموضوع يأخذ جانب أقوى مما أفاد شكرا جزيلا لجميع الأخوة ووفقنا الله وإياهم لمزيد من التوفيقات